تصريح إعلامي من رئيس المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية فتح فيه النار على المصرف المركزي وسياساته واتهمه فيها بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الدولة من غلاء في الأسعار بسبب ارتفاع سعر النقد الأجنبي أمام الدينار ومن نقص حاد في السيولة تشهده المصارف التجارية ويلقي بعبئه على كاهل المواطن ليرد المركزي على هذه التصريحات ببيان رد فيه اتهام الرئاسي المقترح هذا التبادل الاتهامات جعل كثير من المراقبين يربط بين الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية التي تشهدها ليبيا بعد الثورة فحل الأزمات الاقتصادية هي أولى أولويات اتفاق الصخيرات أو هكذا حاول مؤيدوه الترويج له ليتم قبوله وهذا ما وعد به الرئاسي المقترح بعد دخوله العاصمة ترابلوس بأن تحل كل الأزمات الاقتصادية في غضون مئة يوم فقط من العمل وهما لم يتحقق إلى الآن رغم مرور سبعة أشهر كاملة على دخول المجلس المقترح لترابلوس وجدير بالذكر أن وزراء في حكومة الإنقاذ كانوا قد اشتكوا في وقت سابق وقبل دخول الحكومة المقترحة ترابلوس من التعنت الذي يتعامل به المصيف المركزي اتجاه حكومة الإنقاذ وعرقلته لهذه الوزرات للحيلولة دون أداء عملها في كثير من الأحيان وهو ما رأوه وقتها محاولة لزيادة الأزمة الاقتصادية واستخدامها كوسيلة للضغط على المؤتمر الوطني للقبول بمسودة الصخيرات والحكومة المقترحة من الأمم المتحدة وبغض النظر عمن يؤثر في الآخر السياسة أم الاقتصاد يبقى المواطن هو الذي يعاني أشد المعاناة من هذه العلاقة وهو أيضا ما يهدف إليه أعداء الثورة برأي مراقبين لتطبيق نظرية الصدمة على المواطن ويصبح حينها مستعدا لأي حل سياسي يؤدي لتوفير حاجاته الأساسية بعد أن كان سقف طموحه فسحة أكثر في الحريات والعدالة الاجتماعية ورقي للمجتمع وهو على ما يبدو لم يعجب أعداء الوطن